يستعد نادي زبالك النهاردة لخوض مواجهة مهمة أمام أليكات بطل تشاد بهدف حسب التأهل لدور الـ 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا طبعا يمكن نادي زبالك كان قانها نص المهمة في مباراة الدهاب ونجح في الفوز بهدفين للدجبين شيكابالا وأحمد السيد زيزو الأجواء عمتا تدعو للتفاؤل جماهير الزبالك عندها ثقة في فرقها أنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والعبور لدور الـ 32 طبعا خاصة في ظل النتائج المميزة اللي بيحققها نادي الزبالك مؤخرا خلينا نتكلم النهاردة عن المباراة والتشكيل المتوقع والتحديات اللي بتواجه نادي زبالك وخطة فريرة للتغلب عليها من ضفنا لنوارنا في الستوديو الأستاذ محمد الجبالي الناقض الرياضي سبع الخير على حضرتك نوارنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير يا سيد جمانة سبع الخير يا سيد أحمد سبع الخير يا مصر أهلا بحضرتك خلينا نقول أنه فيه خبر لطيف كمان لجمهور الزبالك أنه خلاص الوينش وزيزو راجعين بعد مغادرة طبع معسكر المنتخب راجعين تاني نادي الزبالك عايزة أعرف منك وجودهم هيؤثر ازاي على نادي الزبالك في المباراة اللي جاء له نتكلم على هذه المباراة تحديدا هو طبعا الظروف المحيطة بفريق الزمالك قبل المباراة كانت مختلفة إلى حد كبير رحيل سبع لعبين في الانتقالات الصيفية خروج خمس لعبين أو ست لعبين للمنتخبات الوينش وزيزو مش هما الوحيدين اللي رجعوا رجع محمد طارق من المنتخب الأولومبي لأن الزمالك بيعاني خلال هذه الفترة من نقص عدد كبير جدا في سفي الدين الجزيري وحمزة المسلوسي منضمين لمنتخب تونس نعم المباراة في ظاهرها مباراة تحصيل حاصل بحكم أن الزمالك فاز في المباراة الأولى 2-0 ولكن فيريرا من خلال استمراره بعد حصد بطولة الدوري المسلم اللي فات فهو مركز جدا في بطولة كأس الأفريقية خصوصا أن البطولة دي غايبة عن الزمالك من سنة 2002 يعني دخلت في 20 سنة لحد دولاتي فهو مركز ويمكن تصرحاته مباراة لأحد الصحف البرتغالية قال أن تركيز كله سيبقى على البطولة الأفريقية أن دي ستبقى الكريمة بتاعته في حصد البطولات طبعا كل إن الزمالك بيعاني في دور الـ 64 ومنستني يحجز مقعد في دور الـ 32 دي لها ظروف خاصة كانت قبل في منتصف بطولة الدوري لما اتحاد الكورة رشح الأندية اللي ها هتشارك في بطولة أفريقيا والأنديية اللي هتشارك في الكوم فدرالية طبعا تخطينا احنا أو الزمالك تحديدا تخطى هذه المرحلة وأصبح دلوقتي أمر واقع أن مباراة النهاردة تعتبر هي بداية العودة للزمالك من جديد لبطولة أفريقيا بشكلها الجديد مع فريرا نعم سم حامل نيمكن حالك قلت المباراة محسومة ظاهريا ظاهريا محسومة لكن يمكن لما نتكلم عن النجوم الكبار أو الفريقين الكبار سواء كان زمالك سواء كان أهلي ما بيلعبوش علشان خاطر مباراة محسومة فأنا مش هقدي أن أخلص المباراة دون أهداف أو مباراة نظيفة وخلاص أنا كده كده الأمر الظاهريا المحسوم زي ما حيقول لأهما بيلعبوا كورة الزمالك مقرر اللي هو يلعب كورة ويمكن دي تصريحات فريرة زي ما حذكرت للصحف البرتغالية لكن خلينا أسألك وقولك أن الزمالك عنده عدد من المقاومات اللي موجودة في الفريق بتاعه تخليه يلعب وهو مطمئن على سبيل المثال عوات شايف عوات إزاي في الأداء الخاص به مع نادي الزمالك وتحديدا في المباراة لو جينا نتكلم على عوات تحديدا عوات أخر ثلاث شهور أو اللي هي نهايات الدوري من بعد ما رحل محمد أبو جبل حتى نهاية بطولة الدوري بكل الأرقام يعتبر حاس رقم واحد في مصر ولكن عوات خلال الأسبوع اللي فات مر مرحلة نفسية حارجة جدا بسبب عدم استدعاءه للمنتخب ويمكن هو قال تويتا وبعد كده جي رد على تويتا وحصلت بعض الأمور وأنا كان ليه وجهة نظر مختلفة أن طالما روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قال في المؤتمر الصحفي أن هناك اتفاق بين ما بين جهاز الزمالك بأن أنا أسيب أربع لعيبة وأخذ أربع لعيبة كان من الأولى أن عوات ينضم للمنتخب ويرجع مع عزيزو والوينش زي ما رجع عزيزو والوينش لأن العملية تعتبر نفسية حتى لو راح المنتخب وما لعبش بس نفسيا عواد كان هو الأحق في الانضمام للمنتخب لأنه أصبح صمام أمان ولما خد الفرصة بعد رحيل محمد أبو جبل كل الأرقام اللي حققها محمد عواد يمكن الموسم ده تحديدا هو الثالث لمحمد عواد يعتبر أفضل موسم ليه في الزمالك الموسم الأول لعب سبع مبارات فقط في الدوري الموسم الثاني لعب سبع مبارات فقط في الدوري الموسم الثالث ده هو لعب تقريبا ثلاثة ربع مبارات دوري وجميع أشاد بمستوى مش الإعلام الزمالكوي فقط ولا الجماهير الزمالكوية ولكن جميع الجماهير بكافة الفئات أشادت بعواد ولذلك عواد أنا كنت أتمنى أنه ينضم للمنتخب كنوع من أنواع التقدير المعنوي أو المكافأة لأن أنت دلوقتي كمدرب منتخب مصر بعد مبارات النيجر اتفأت أن أحمد سيد زيزو ومحمود الوينش يرجعوا كان ممكن يرجع معهم بكل بساطة جديدة لأن أنت في الحالة دي أنت بتتعامل مع نفسية أو مع بني آدم أو لاعب يعتبر من أفضل الحراس وعدم مشاركته لا يعني أنه هو مش من الناس الأصحاب الكافات وعدم مشاركة أي لعب بالمناسبة في المنتخب لا تعني أنه هو غير كف لأن أعتقد دي بترجع للمدير الفني فقط لإعتبارات هو واحده اللي يعرفها أكيد طبعا هو ضمه في حد ذاته وتعتبر إشهار بطاقة اعتراف بأن عواد هو يعتبر الأفضل خلال الوقت الحالي زي ما كان محمد الشنوي في فترة من الفترات هو حارس مصر الأول بكل الأرقام وبكل المستويات اللي كان قدمها يعني فعواد أتمنى أنه هو يتخطى المرحلة دي ومباراة النهاردة إلى حد كبير جدا عواد سيكون هو الحارس الأساسي الفريق الزمالك وإن شاء الله بإذن الله بخبراته وبزميله يتخطى المرحلة دي لأنه موضوع عدم انضمام عواد للمنتخب أخذ حيز كبير جدا من الجدل خلال التلات يام اللي فاته وأتمنى أن محمد عواد بمستوى هذا يستمر ويكون عدم انضمامه للمنتخب بغض النظر عن الأسباب عبارة عن دافع قوي ليه أنه يستمر في مستوى المتماوي حضرتك تتكلم عن الخبرات شيكابالا من أهم لعبي نادي الزمالك وصاحب خبرة كبيرة جدا في المرعب هل وجود شيكابالا يقدر أنه يعوض الغيابات الموجودة في صفوف الزمالك؟ أكيد هو شيكابالا يعتبر من اللعبة الحالي اللي أنهى الموسم بشكل متميز جدا ويمكن شيكابالا في آخر إحصائية لشيكابالا يعتبر هو ثاني لعب في الزمالك أكثر مشاركة في المباريات في بطولة الدوري وأول لعب المشاركة في بطولات الكاس شيكابالا وصل من المرحلة من السن أنه أصبح يعتبر أكثر لعبين خبرة داخل الفريق وليس هو كابتن فريق داخل الملعب فقط ولكن خارج الملعب القيمة اللي أعلانها مستر فيريرا بالأمس تضم مجموعة من اللعبين الشباب تضم شيكابالا أحمد سيد زيزو رجع ولا رغم كل الغيابات لأنه في ناس مش متذكرة الغيابات إيه الغيابات أنت عندك سبع لعبين خرجوا خرجوا من الفرقة في الانتقالات الصيفية عندك اتنين مع منتخب تونس عندك محمود علاء لأسباب فنية عندك حسام عب مجيد ما بيلعبش للإصابة القيمة هي تعتبر القيمة الإجبارية لفريق الزمالك عشان كده شيكابالا من المؤكد أنه سيكون مشارك النهاردة لأنه ده يعتبر التعويض للنقص العددي بغض النظر عن شيكابالا الفترة الأخيرة سواء بيلعب من بداية المباراة أو بيلعب في الشوت الثاني أكيد شيكابالا وجوده مع وجود أحمد سيد زيز ومع وجود الوينش داخل الفريق خلال مباراة النهاردة هيكون لها تأثير معنوي على اللعبة حتى الشباب اللي هي ممكن تلعب النهاردة طيب سنو محمد يمكن الزمالك حقق كتير من الانتصارات في الموسم اللي فئت بنتكلم على دوري بنتكلم على كاس يعني ألقاب حسمها بالتأكيد هتدي له دفع معنوية كبيرة في إفريقيا تحديدا مش هنكلم على المباراة الخاصة بي اليوم فقط شايف ده ازاي بالنسبة له وازاي ممكن أداء الزمالك يختلف أملا في قنص بطولة جديدة هو بص كل الأجواء المحيطة في الزمالك سواء مجلس إدارة أو جهاز فني وقبلهم الجماهير بينظروا البطولة الأفريقي هذا الموسم نظرة مختلفة تماما وبناء عليه التعاقدات الجديدة والصفقات الجديدة اللي بيتمها ناد الزمالك بتركزها بشكل أساسي على بطولة أفريقيا لأن أصبحت أنت دلوقتي واخد كزمالك واخد بطولة دوري مرتين على التوالي واخد بطولة كاس لن ينقصك إلا بطولة البطولة الأفريقية اللي كانت قريبة منك أكثر من مرة وهربت وجمهور الزمالك تحديدا عنده رغبة كبيرة وتشوق كبير في أنه يستعيد البطولة من جديد بعد غياب 20 سنة واللي بيزود الرغبة دي والطموح ده فريرا تحديدا هو مركز جدا السنة دي في بطولة أفريقيا عايز ياخدها خطوة بخطوة يعني كريمة البطولات بطولة مش أي حد ممكن ينفس عليها عشان كده هتبقى فيه صراع كبير جدا السنة دي في بطولة أفريقيا في البطولة الأفريقية بين أندية شمال أفريقيا وأندية الأهلي والزمالك من مصر أتمنى من كل القلبي أن البطولة ما تخرجش عن مصر زي ما خرجت السنة اللي فابت طبعا أكيد احنا كمان نتمنى كمان أنه منضم صوتنا لصوت حضرتك بس وهنا نتكلم عن فريرا فريرا الحقيقة من خلينا نقول المداربين اللي يمكن قراءتهم للمباراة بتكون قراءة ثانية بثانية ولو هنعتبر أن المباراة الزهاب والقياب لو هنعتبر أن المباراة الزهاب مثلا هي الشوط الأول وطبعا زمالك فاس فيها 2-0 هل تعتقد أنه فريرا هيكون عنده خطة مختلفة لمباراة القياب هل هيفاجئنا هيحكم السيطرة من أول دقيقة أولا ممكن يقرر أنه يريح بعض اللعيبة بما أنه تعتبر مباراة شبه محسومة بالنسبة له كلام حضرتك صحة سوز جمانة لو لاحظنا إدارة فريرا لمباراة الهلال في سوبر لوسيل وبعدها مباراة بطل تشاد اختلاف كبير جدا في إدارة المباراة بناء على قوة المنافس أنا في تخيلي من وجهة نظري بعد نتيجة مباراة الزهاب فريرا هيجي ويقول لعيبا عايز ألعب كورة متعوا نفسكم متعوا الجماهير وخصوصا أن إدارة نادي الزمالك نجحت في الحصول على موافقة بحضور عشر تلاف متفرج النهاردة في مباراة النهاردة بغض النظر عن نتيجة مباراة الزهاب اللي هي ممكن تقلل من الرغبات والطموح لأي فريق لخصوصا أن أنت بتلعب مباراة العودة على أرضك ولكن من وجهة نظري أني فريرا هيقول اللعيبة إلعبوا متعوا جماهيركم إحرزوا أهداف مباراة استمتعوا بيها بغض النظر عن المنافس لأن أنت لو اعتمدت على نتيجة مباراة الزهاب يبقى ما تلعبش أصلا لأن دي كورة ما فيش حاجة فيها مضمونة بغض النظر عن قوة المنافس عشان كده أنا شايف النهاردة ممكن يكون فريرا حيلعب بطريقة هجومية حيلعب بكل الأسلحة الموجودة لإمتاع الجماهير وإحراز أكبر عدد من الأهداف في مباراة الليلة أكيد وإحنا بنتحدث عن إحراز أكبر عدد من الأهداف وفي ظل قائمة الفريق اللي أصبحت معروفة بظروفه الحالية بالدفع بالشباب زي ما حيك ذكرت هل متوقع أو حيك تقدر تقول لنا التشكيل المتوقع لمباراة اليوم ومين اللي ممكن يكونه نجوم في هذه المباراة هو المثل بيقول الموجود المتاح يعني أنت دلوقتي عندك محمد عواد عندك محمد عبغاني والوينش في الدفاع عندك في الجبهة اليسرى عندك عبدالله جمعة محمد عبشافي عندك في الناحية لمن ممكن يلعب أحد من اللعبة الشباب لأن حزم إمام رحل وحمزة المسلوسة مع المنتخب عندك فسط الملعب زي ما بيلعب إمام عشور غايب عندك محمد عبدالغاني عندك محمد طارق رجع من المنتخب الأولومبي عشان يلعب في المركز ده في الناحية الهجومية السلاسة اللي هيكون موجود عندك أحمد سيد زيزو وشكبالا ممكن يلعب بأسامة نبيك أو سيف فاروج عفا طبعا بنشكر حددك جزيل شكرا لأستاذ محمد الجبالي شكرا لكم شكرا لكم